بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل اللي بديناه في المحاضرة السابقة هذا الجزء الثاني طبعا ذكرنا من المحاضرة السابقة أنه مبرمجين الثلاثة خالد وفهد ومحمد من شركة برمج المتطورة كانوا يريدون كتابة برنامج لإدارة شون الموظفين في شركة النجاح وقرروا أنه هذه هي البيانات اللي يحتاجونها للموظف امبلوي أولا قرروا أنه الموظف امبلوي أنه هذا عبارة عن object وبما أنهم راح يستخدمون برمجة شيئية أو object re-entered programming قرروا أنهم يستخرجون الأوبجيكت وهو الامبلوي وأن الخصائص اللي يحتاجونها من خلال عملية تلب استراكشن اللي سووها أو عملية تجريد أنه هذه هي الخصائص اللي يحتاجونها طبعا بعد ما سووا شيء هذا الآن راح ينتقلون إلى كتابة البروتوتيب الأول ولما أقول البروتوتيب الأول دائما البرامج تكتب على مراحل بمعنى أنه يبدأ الواحد يكتب برنامج بعد كده يرجع يشوف البرنامج هل فعلا يحقق الأشياء المطلوبة إذا كان البرنامج يحقق تمام إذا ما يحقق يعدل على البرنامج وهكذا يستمر في عملية تعديل إذن هذه نستطيعين نقول النسخة الأولى من البرنامج النسخة التجربية الأولى من برنامج قررونهم يكتبون النسخة التجربية الأولى طبعا الفريق خالد وفهد ومحمد قسمهم المدير إلى كل واحد لوحده مزين طلب المدير منهم اللي مشتغلون كل واحد لوحده طلب من خالد وفهد أنهم سوا فيه في بينهم منافسة وقال لهم أبغى منكم أنكم تكتبون كل واحد منكم يكتب لي كلاس إمبلوي بطريقته الخاصة والأشياء اللي يعرفها عن البرمجة مضبوط وراح نشوف من منهم اللي يفوز وليش قال أبغى منكم تكتبون طبعا يهمني أنك تكون سريع جدا يعني أسرع واحد منكم مسلمني الكلاس هو اللي راح يفوز لكن بنفس الوقت أبغى واحد يشتغل صح يكون الشغل تمام ومرتب ومنظم زين بالنسبة لمحمد فإنه كان المطلوب منه هو بس يسوي اختبار ويجرب الكلاسات كل الكلاسين اللي يكتبونها زين هذا هو المطلوب من محمد طبعا ممكن تسألنت يعني نخلي هذه الفكرة على جنب أو القصة هذه نخليها على جنب وتسألنت ليش فيه فريق وليش يعني قضية بسيطة جدا يعني أو يمكن تافعها خصوصة إذا كنت فاهم يعني من خلال محاضرة سابقة فهمت الموضوع تقول لي قضية هذه تافع يعني لكن فعليا أنا خلا وريك البرنامج هذا بشكل سريع يعني كهذا برنامج من البرامج المكتوب لغة الجافة زين ما تشوف برنامج ضخم جدا أول شيء البرنامج يحتوي على عدد كبير من الباكيجز زينного لاحظة كل واحدة من هذه باكيج كل واحدة من هذه باكيج زين كل باكيج من الباكيجز هذي فيها كلاسات شيفوا هذي مثلا الباكيج هذي فيها ثلاث كلاسات هذي فيها يمكن عشرة لاحظ الباكيج هذي مثلا كم فيها من الكلاس هذي فيها يمكن حوالي خمس وعشرين أو ما أدري ثلاثين كلاس زينا اللي تحتها نفس الشي وهكذا إذن شف كم عدد الباكيجز وكل باكيج كم فيها من كلاس زينا وهذا كله عبارة عن برنامج واحد في لغة الجافة اسمه HTML unit بغض النظر وشه للبرنامج هذا وشه المطلوب من البرنامج هذا المهم اللي أبغى أوصله أن البرامج اللي تكتب دائما تكون برامج ضخمة وأن التقنيات اللي تستخدمها أنت هي ليست عشان تكتب البرنامج اللي إنجال ستكتبه الآن برنامج البسيط ما زلنا في بداية البرمجة وتحتاج يمكن كورسين أو ثلاثة حتى أنك تصل المرحلة تستطيع فيها كتابة برامج زي البرامج هذه لكن لازم تحط في بالك من الآن أنك جالس تتدرب بالطريقة الصحيحة حتى أنك لما تجيك تصل المرحلة أنك تكتب برامج ضخمة بالطريقة هذه يكون عندك الأدوات اللي تستطيع من خلال أنك تكتب برامج زي هذه بالمقابل لازم تفهم أنه لما لو توفقت وتوظفت في شركة فيما بعد كم برمج تشتغل في برمجة أو أنت حاليا الآن موظف في شركة فإنك يمكن تلاحظ أنه تكون تقسمون دائماً لفرق عمل وفريق العمل نفسه يكون كل شخص غالباً يكون له مهمة معينة وتقريباً الكلاسز مفيدة جداً في التقسيم هذا لأنه تعطي كل شخص تعطي أنه كل شخص كلاس أو مجموعة كلاسز يشتغل عليها ويكون تقسيم العمل ممتاز جداً خلاص الشخص هذا مهمة الكلاس هذه مزين فهذا اللي سواه المدير هنا لكن طبعاً بما عندهم الكلاس واحدة قرر المدير يسوي منافسة بين خالد وفهد زيان أي يوم اللي يكتب الكلاس أفضل ومحمد مهمته يكتب الاختبار للكلاس هذه مضبوط طيب خلونا شوف أول شيء شغل خالد خالد قرر أن يكتب الكلاس بالطريقة اللي حنا عارفينها مضبوط على طول مستعجل راح بدأ يكتب الكلاس حط لي الأربعة أتريبيوتز اللي في الكلاس زي ما شفنا قبل اللي هي فرس نيم لاص نيم وسالري وآي دي عرفها من أحنا ما يكون بعد كذا طبعاً اللي كاتب الكلاس خالد اللي كاتب التست زي ما نقول حنا أنه هو محمد محمد مهمة أن يسوي اختبار بالكلاس خالد مهمة فقط الكلاس أفضل يعني من القوس من بداية كلمة كلاس حتى القوس هذا زيان محمد هو مهمة يكتب البرنامج الاختبار هذا طبعاً لاحظ معي أنه الطريقة الصحيحة حنا نستخدم جلية هنا جلية يعني برنامج بسيطة عشان يوريك كيف تشتغل الجافة وكذا فحنا نحطينا two classes في نفس الملف زيان عشان فقط لتسهيل يعني عشان لما تشوف البرنامج يسل عليك أنك تفهم البرنامج لكن فعلياً لما تيجي تشتغل غالباً يعني كتب البرمجين يستخدموا برنامج إكليبس لما تيجي تشتغل في إكليبس راح يكون عندك غالباً ملفين جوا package زيان سمينا البرنامج هو project company x زيان عندنا employee هذا اللي كتبه خالد الموظف خالد وحط فيه public first name والاس name والسالري والآي دي زي ما شفنا تو في ملف الوحده ومحمد يشتغل في ملف الوحده هنا اللي سوي تست للemployee أو اختبار للemployee فسوى قراءة الemployee هنا عندنا أسوى سكانر بعدين أسوى object employee قراءة first name والlast name والسالري والآي دي وبعد كده طبع البرنامج شو اسمه الoutput هذا هو الكود أنا أتمنى أنك تأخذ الكود هذا تكتبه حتى تتذكر يعني كيف يليت تفتح الإكليبس تسوي لي two files كده تصير أنك تشتغل شغل خالد ومحمد بنفس الوقت زين تسوي الemployee وتسوي التست employee مضبوط اللي من خلاله نختبر الclass employee أو driver class وتجرب وتشتغل يعني ما في شيء جديد هنا في إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله راح نشوف شغل فهد زين كي شغل فهد استخدم طريقة مختلفة استخدم ال sitters وال getters والinformation hiding راح نشوف كيف يشتغل فهد وليس يشتغل بالطريقة هذه المبرمج فهد وش فايدة شغله بالطريقة هذه اللي راح يشتغلها